متهمين مبحوث عليهم هنا وصدرت في حقهم مذكيرات بحث ولكن في الوقت اللي كانت هناك لإجراءات البحث جارية غضروا أرض الوطن ومنها كينين تسعودي المتهمين ستاد المتهمين في حال تعتقال وثلاثة متابعين في حال تصراح ضحايا الحدود الساعة وكأن الأفعال الإجرامية ترتكبت الآن لأنهم بعد سنوات ما زال كيعاني ولا نفسيا ولا معنويا ولا احتاج جماعيا مرأة ضحية وعنف جنسي ما كتساهمش بشكل مطلوب منها ووسرا كذلك تأثر ومجتمعك تأثر أولاً كنشكركم لتتبعكم الميلف ضحايا جاك بوتيه رجل أعمال فرنسي ومجموعة من المشاركين ديالو معاه في الجرائم الجنسية اللي ترتكبت في حق مجموعة ديال الشابات اللي كانوا كيشتغلوا في هاد الشركة هاد المجموعة طبعاً اليوم كنت ستعنفو بعد واحد المرحلة ديال إضرابات طبعاً ديال المحامين كنت ستعنفو الجلسات ديال هاد الميلف أمام سيد قاضي التحقيق الآن هناك استماع الإحدى المتهمات في إطار تحقيق تفصيلي بعد منه طبعاً كان مواجهات بين الدحايا وبعض المتهمين فيما يخص الوقائع الإجرامية الجنسية اللي ترتكبت في حق الدحايا بحضور طبعاً دفاع المتهمين وحضور دفاع الضحايا اللي كلفتهم الجمعية المغربية لحقوق الضحايا باش يحضروا إلى جانب وينوبوا على ضحايا الاعتداءات الجنسية هذا بالنسبة للتحقيق كي إن مسألة أخرى اللي طبعاً بشرناها اللي كتخص شكاية سابعة يعني ضحية سابعة اللي الميل في ديالها الآن أمام البحث عند الشرطة القضائية باش تخد فيه الإجراءات وكل مساطر البحث والتحري باش يتم تضم دياله الميل في الآن اللي كيروج أمام سيد قاضي التحقيق ومسألة أخرى اللي نبغي طبعاً نطلعكم عليها هي أن الجمعية وباتفاق مع الضحايا لمعنيات مجموعة ديال المتهمين اللي غادروا التراب الوطني افتجاه خاصة الديار الفرنسية خلال شهر يناير غادي توجهوا دفاع الضحايا للباريز باش يوضعوا شكايات ضد متهمين مبحوط عليهم هنا وصدرت في حقهم مذكيرات بحث ولكن في الوقت اللي كانت هناك الإجراءات للبحث جارية غادروا أرض الوطن وبتالي حقوق الضحايا غادي نبشروا إجراءات ديال وضع شكايات مباشرة لدى قاضي التحقيق بفرنسا اللي مكلف بالميلف هناك ديال جاكبوتية ومجموعة ديال المتهمين في فرنسا باش يتم الاستماع على الضحايا وللمتهمين اللي كانين في فرنسا في إطار اتفاقية التعاول القضائي بين المغرب وفرنسا دابه هنا اللي وصلنا كانين تسعود ديال المتهمين ستاد المتهمين في حال تعتقال وثلاثة متابعين في حال تراح بالإضافة للشيكاية السابعة فيها مجموعة ديال المتهمين آخرين اللي مازال طبعا مشتكبهم إلى حدود ساعة اللي مازال البحث جاري أول ديك ساعة من بعد كيبقى لسيد الوكيل العام أخذ القرار في متابعتهم أو عدم متابعتهم نحن المهم هذه هي الأرقام إلى حدود ساعة طبعا الضحايا الحدود ساعة وكأن الأفعال الإجرامية ترتكبت الآن لأنه من بعد سنوات ما زال كيعاني ولا نفسيا ولا معنويا ولا احتاج جماعيا ما كيقدروش يلقوا شغل وضعائي لصعيب يعني وخصا جمعك اللي كتزوج من بعد عندها إحراج في هذه الوضعية اللي كانوا تعرضو لها رغم أنهم ضحايا ولكن مجتمع كيعتبرهم متهمات مع الأسف المحيط كيعتبرهم متهمات مع الأسف كان واحد النوع ديال التحول من أجل التضامن مع ضحايا الاعتداءات الجنسية المجتمع بدأ في واحد النوع ديال التغيير ولكن رغم ذلك كان معاناة كبيرة كان معاناة نفسية كان معاناة خاصة اجتماعية وهذا الشيء كيبدو على الضحايا في كل مرحلة كدت توصل الموعيد ديال الجلسة كي يلقى ورسهم في حد الوضع نفسي لولا أن الجمعية المغربية الحقوق والضحايا والدفاع ديالهم اللي حاضر معهم ومؤذرهم وكي شجعهم ومتضامن معهم غاديكونوا فضعية صعيبة مع الأسف مجتمعنا ما زال ما حاضرش فيه الوعيد يعني التضامن مع ضحايا الاعتداءات الجنسية وباقي هذا الموضوع طابه داخل المجتمع ولكن طبعا كل الأمور كنت بدأ بخطوة أولى وكنت منه أنه هذه الملفات ومن خلالكم كذلك نحصل واحد النوع ديال الوعي بهذه المسائل واللي يمكنني شجع الضحايا سواء اللي في هذه الملفات أو في ملفات أخرى أو في المجتمع ديالنا أنهم يكسروا جيدار الصمت يبوحوا بالاعتداءات الجنسية اللي دائما أقول بأنها كت مكلفة مكلفة لنا كمجتمع كأسر كضحايا كدولة لأنه كتتأثر حتى على الناتج الداخلي الخام ديال البلاد على التنمية ديال البلاد لأن مرأة ضحية وعنف جنسي ما كتتساهمش بشكل مطلوب منها وأسرة كذلك كتأثر مجتمع كتأثر وبتالي كانت منه من خلالكم يحصل واحد النوع ديال تحول واحد النوع ديال الوعي هذا شي اللي كانت منه وشكرا لكم شكرا شكرا لك لك تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد